قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي عن نبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا علشان يوصلت كل جديد من غير مطول عليكم يلا نبدأ عظمة النهاردة بيبدأ فيلم النهاردة مع أم وابنها زمان وكانت في الوقت ده بتحكي له قصة هانومان لما كان صغير وإنه في مرة كان جاعان زيك كده فخرج للغابة يدور على أكل لحد ما شاف منجاية جميلة جدا على الشجرة بس أول ما طلع لها اتضح إن دي الشمس وساعتها الملوك عقبوه وأخدوا منه القوة بتاعته بنيجي بقى الوقتنا الحاضر وبنشوف حلبة كتال غير شرعية والكتال فيها من غير أي قواعد وكان الكتال بين اتنين واحد لابس كناة على شكل إرد والتاني على شكل كبرى وكل اللي في المكان ساعتها كانوا مرهنين على الكبرى لأنهم كانوا بيكرهوا الإرد ومش بيحبوه وبيقدر فعلاً الكبرى إنه يتمكن من الإرد ووكهله ضربات كتير جداً لحد ما فاز عليه في النهاية وساعتها بيدخل مدير الحلبة طايجر وبيقول إنفوس كبرى قدام كل اللي موجودين وساعتها بيخرج الإرد من الحلبة وكل الناس كانت عمالة تشتمه وبيروح بعدها لقط الملابس وبيقلع القناع بتاعه وبيتطمن على وشه اللي أخد فيه ضرب لما شبع وبنعرف إن الشاب ده اسمه بوبي ابن الست اللي كانت بتحكي له قصة اللي شفناها في الأول وبيطلع له طايجر وبيقول له شفت الناس بتكرهك إزاي؟ مش معقولة وبيتدي له فلوس الكتال بس بوبي بيكتشف إنهم نقصين فبيقول لطايجر بس دول نص المبلغ فقاله لو عاوز النص التاني يبقى لازم تنزف في القتال أمال اسمها مكافئة النزيف ليه؟ وعلى الرغم إن بوبي يعرفوا إنه محتاج الفلوس دي إلا إن طايجر قاله لو عاوز الفلوس كلها يبقى تأمل عرض ممتع للناس بعد شوية بنشوف الأخبار واحد اسمه بابا شاكتي وده بيطلقه عليه المعلم رجل السلام وبيعلون إنه هيبقى متواجد في معبد النخبة علشان يدعو للخير وبيقول كمال المزيعة إنه لو شاف راجل ينوي الخير للبلد هدعمه وهساعده بكل اللي أقدر عليه كل دا وبوبي قاعد يتفرج لحد ما بيجي له طفل اسمه لقي كان جاب له تليفون عليه صور لوحدة كده اسمها كويني كبرى ولقي كان بقاله فترة كبيرة بيرقبها وقدر يعرف كل تحركاتها وقال لبوبي كمان إنها بكرة هتكون في المقهى الإيطالي تاني يوم بنشوف واحد غلبان كده بيبيع للناس اللي قاعدة في المقهى الإيطالي بس بيروح لكويني وبيوقع كوباية القهوة بتاعتها وبيسرق منها المحفظة وبيمشي المسافة بعيدة جدا وبيسلمها الواحد والواحد دا الواحد تاني وهكذا وهكذا لحد ما وصلت لبوبي في النهاية وفي نفس اليوم بالليل بيوصل بوبي لفندق ملوك الفندق الخاص بكويني وبيدخل يقابلها وبيددلها المحفظة بتاعتها ولما سألته لقاها فين عرفها انه شايف مجموعة من الناس كانوا بيتخنوا عليها الصبح جنب المقهى الإيطالي ولما جيت اتدخل جرحوني في ايدي زي ما انت شايفة كده فالست طلعت له فلوس وديتهاله بس هو رفض ياخدها وقال لها انا مش اعاوز صدقة كل اللي انا عاوزه وظيفة بس اي قالت له احنا مكان محترم ومش بنشغل اي حد من الشارع كده خد دول وامشي قال لها بص يا ست الكل ده سيفي بتاعي شغالين الشغلانة اللي محدش بيرضى يشتغلها في الوقت ده بيجي تليفون لكويني وبوبي بالصدفة بيشوف صورتها مع شخص وبيتصدم لما بيشوفه لان شكله كده عرفه كويس جدا المهم كويني بتخلص التليفون وقالت له اي حاجة بتحصل هنا لو طلعت برا الفندق العقاب هيبقى جديد جدا فقال لها اتفقنا ومن تاني يوم على طول بيبدأ بوبي يشتغل في مطعم الفندق وكان بيشتغل في اي حاجة غسي الاطباق وتنظيف حتى الزبالة كان بيرميها وبعد ما بيخلص شغل في اول يوم بيروح لواحد بيبيع سلاحة كده في السر وبيطلب منه سلاح يكون حجمه صغير بس لازم يكون قوي فعطله مسدس وقال له هو تقيل شوية بس اطلاقه صوته عالي ولازم تقرب من الهدف كلما تقرب يكون كويس ولما بيجي تاني يوم كان بوبي في الشغل وبيدخل لكويني علشان يقدم لها الشاي بتاعها بس بيدخل عليهم مرائب الجودة الفونسو زي القضى المستعجل بس كويني بتهزقه يعني انه دخل من غير ما يخبط المهم بتقمر بوبي انه يبص للحيطة وبتفتح الخزنة بتاعتها وبتدي الفونسو فلوس وبتقمره يشتري مخدرات من شخص اسمه نقيب ويعرفه لو كانت البضاعة كويسة ايشتري منه اكتر للرئيس رانا وامرته كمان انه يزبط الدنيا في خدمة كبار الشخصيات والفونسو بيخرج من المكتب بس بوبي بيخرج وراه بسرعة وبيقوله لو عزت حد يعني ينجز لك اي مهمة انا اقدر اساعدك كويس فالفونسو قاله انت مالك بالكلام ده انت عارف اللي بيسمع الكلام اللي ما يخصوش هنا بيجراله ايه فبوبي قاله طبص ايه رأيك تكسب فلوس كتير جدا مضمونة قاله هيا وبعدين قاله تعالى للمكان ده وراهن على خان في القتال وانا اضمن لك انك تكسب فلوس كويسة فقاله انت عرفت الكلام ده منين قاله انا اللي هقتله ساعتها الفونسو ضحك عليه وقاله باستهزاء انت تقتله فبوبي قاله الارد هيفوز في اول جولتين وهيخسر في التالتة فقاله طب انت عاوز ايه بعد كل ده قاله عاوز ترقية وساب وماشى فعلا الفونسو بيروح لحربة القتال وكان في الوقت ده اخر جولة في القتال بين خان والارد وخان كان ماسك الارد وحاطت عليه ونازل فيه ضرب لحد ما في النهاية ضرب الارد ضربات قوية جدا نزل عالارد خلصان وفاس خان في النهاية وبما ان الفونسو فاس بفلوس كتير وكلام بوبي طلع صح فعلى طول بيرقيه وطلعه يشتغل في البار بتاع الفندق بدل ما كان شغال في غسيل الاطباق المكان ده بقى كان فيه صفوة المجتمع بس في الحقيقة هم اكثر ناس في المجتمع ايش وزير الدفاع وايش مسؤول الدرائب وكان فيه كبار المسؤولين كله بيجي هنا علشان يروأوا دماغهم ويقضوا الليلة وبعدها كل واحد بيرجع لحياته مرة تانية ساعة بوبي بيسأله عن الزعيم رونا قال له فوق بيحب يشرب مخدرات لوحده ولما بيخلصوا شغل بينزلوا للجراش اللي كان فيه افخم انواع العربيات علشان الفونسو يروح بوبي معاه على السكة بس في الاخر طلع معاه توك توك واول ما ركبه الفونسو قال له اربط حزام الامان يا صديقي فبوبي قال له ليه يعمل حج قال له علشان كده الولق الفونسو كان مركب له ماتور مرسيدس تقريبا وكان مزبط التوك توك على الاخر لدرجة انه كان بيسبق العربيات في الشارع المهم في الطريق الفونسو بيسأل بوبي عن سبب الحروق اللي في ايده فقال له من فترة كبيرة كده ماتور عربية تحرق وانا شغل فيه والنار مسكت في ايدي المهم بيستمر بوبي في شغله وبيرجع يشتغل في المطبخ وبيبدأ يتمرن على استخدام المسدس علشان لما يحب يستخدمه والطلقة ما تخيبش بس بوبي كان دايما بيفتكر الماضي بتاعه وكان على طول بيتدايق من الناس اللي فوق والحاجة الوحيدة اللي كانت بتهديه هو انه ينزل يأكل الكلبة الصغيرة اللي تحت الفندق لحد ما في يوم واحدة من اللي شغالين في الفندق اللي كان اسمها سيتا قالت له لو فضلت تأكل الكلبة هتجيلك كل شوية وهتبقى مستنية كل مرة زيادة المهم بيتكلمه مع بعض شوية وكل واحد منهم بيكمل شغله وبما ان بوبي كان دايما بيفتكر ذكرياته القديمة وكمان مستوى في الكتال ما كانش احسن حاجة يعني فكان على طول بيخسر في الكتالات الغير شرعية اللي بيدخلها علشان الفلوس وصاحب المكان طايجر كان دايما يقول له يا ابني خليك زي الشمبانزي يقدر يقطع وش اللي قدامه بس طبعا ما بليد حيلة وبنعرف كمان ان الفندق مؤمن تأمين شديد فبوبي كان من المستحيل انه يدخل بالسلاح بتاعه بس الصايع لانه كان دايما بيأكل الكلب على طول كان بيندع عليها بصفارة معينة كده كانت بتجيله وفي مرة رابط فيها المسدس جوا قطعة قماش ودخل من الباب بتاع الفندق عادي وندع على الكلبة اللي مربوط فيها المسدس دخلته له لحد جوا وبوبي والفنسو خلاص بقى حبايب فطلعوا بقى للمكان الهاي بتاع الناس النضيفة قوي وكان بوبي شغلنته في الوقت ده انه يوزع المخدرات على الزباين وبالصدفة بوبي بيشوف رانا وده الزابط اللي بوبي عاوز يقتله وهنعرف ليه كمان شوية بس المشكلة ان رانا كان معاه السلاح بتاعه ده غير الحراسة اللي كانت مرفقه دايما وبوبي اول ما شاف كده تدايق جدا ودخل الحمام وفضل يصرخ لانه مش عارف يقتله بس بيتمالك اعصابه عادي وبيشغل دماغه واول ما رانا سأل على المخدرات بتاعته بوبي قال له تفضل يا سيدي والتاني اول ما شده اول شده تعب جامد ومنخيره بدأت تجيب دم لانه بوبي كان حاططله فيها حاجة فعلى طول دخل الحمام علشان يغسل وشه ومنخيره وفي الوقت ده بوبي دخل وراه وقافل عليهم الباب والتاني لسه بيقول له هاتلي فوطة ايها اللعين بوبي طلع المسدس وحطه قدام دماغه والتاني قال له ايه ده قال له بركات من والدتي وهنا الحارس بتاع رانا كان طلع من الحمام بوبي بصله ورانا بالطفاية في دماغه ونزل في بوبي ضرب الحد ما المسدس وقع منه الحارس جاي عليهم بوبي وقعه وضربوا بالمسدس وساعتها كل اللي موجودين برا سمعوا ضرب النار وفي ثواني اخدوا بعضهم كلهم وماشوا من المكان فورا المشكلة بقى ان رانا كان زابط شرطة تقيل جدا وكان مستوى عالي في القتال وكان كل ما بوبي وجه له اي ضربة رانا يرد عليه باثنين وثلاثة وبما ان بوبي كان مقاتل هو كمان فالقتال بينهم كان قتال عنيف جدا وكل واحد منهم كان عاوز يخلص على التاني بس بوبي قادر بعد شوية ان يخنقه من رقابته بسلسلة بس التاني كان زي الحمار وشال بوبي وحدفه لبعيد فمسك ازازة من على الارض وعطاله واحدة في رجله قام التاني مطلع سكينة من شرابه وغرزها في رجل بوبي وبعدها مسكه من رقابته وكان خلاص هيقتله في نفس الوقت كان الحراس بتعرانا ووصله للمكان بس ما كانوش عارفين يدخله وساعتها بوبي شال السكينة من رجله ودرب رانا في دماغه وقام كسر حوض السمك علشان يهرب من القوضة اللي وراه ورغم ان كان في حراس تانية طالعين عالسلم الخلفي الا ان بوبي ما كانش قدامه طريق تاني ونزل عالسلم وكان بينيم اي حد ييجي قدامه في ثواني وبعدها نزل للجراش وكان وراه كمية حراس كتير جدا بس قدر في النهاية انه ياخد التوكتوك بتاع الفونسو وبعدها وقف اخد الفونسو ذات نفسه وهرب من المكان باقصى سرعته وبما ان رانا زابط شرطة زي ما قلنا فكمية عربيات شرطة كانت بتطرده كتير جدا وكمان متسيكلات وطيارات بس الفونسو كان زابط التوكتوك الصراحة وكان حاطط له ترب ويعني وشوات حركات كده وقدر بوبي انه يزوغ من الشرطة بس كان هيلبس في بنته زغيرة معدية من قدامه بس وقف على اخر لحظة وساعتها جات عربيات شرطة دخلت في التوكتوك قلبته هو وبوبي والفونسو في الشارع طبعا الخطة كانت قوية جدا وبوبي تبهدل على الاخر وكان مفتع عينه بالعافية والمشكلة كمان ان باقي عربيات الشرطة وصلت ونزل منها واحد بحديدة كده وبوبي قاعد على الارض مش قادر يتحرك والتاني اداله واحدة في دماغه وودته في دهية بعد شوية بنشوف بوبي وهو لسه بيفوق وكانت الشرطة قابدت عليه وكلبشوه بس بوبي ام هجم على اللي موجودين بقوة كبيرة وقدر يخلص على كل افراد الشرطة اللي معاه في العربية من وراه وقدر يهرب من العربية وقوم بكل قوته ودخل لمكان كده في المدينة بس المشكلة ان صاحب المكان جاله بالفاس وقال له انت جايب للشرطة لحد عندي ورفع الفاس وحاول يهجم على بوبي بكل قوته بس على الرغم ان بوبي يعني متبهدل على الاخر الا انه قادر يتفادى كل ضرباته ولما التاني حاول يخنقه ويخلص عليه بوبي عده من مناخير وبهدله على الاخر وبعدها خنقه من رقابته لحد ما الشرطة وصلت بس برضو قادر يهرب منهم بسرعة واول ما طالع فوق واحد من اللي في طيارة الشرطة ضربوا بالكناصة وقعوا في المية على طول ولما بيجي تاني يوم بيفوق بوبي وبيلاقي نفسه في معبد وكل الاصابات اللي عنده تعالجت وبيتفاجئ بواحد قاعد قدامه اسمه الفا وبنعرف انه هو حارس المعبد اللي هم فيه بس بوبي قام من مكانه وكان عاوز يمشي بس الفا قاله الشرطة بتدور عليك بره في كل مكان بس مش هتدور عليك هنا وفي نفس الوقت كان خبر محاولة اغتيال ظابط الشرطة رانا على ايد ارهابي انتشرت في كل قنوات التلفزيون وبدأت الشرطة تدور عليه وعلى المساعد بتاعه في كل مكان ولما بيجي الليل الفا بيروح لبوبي وبيسأله لو لسه مش عارف ينام قال له انا مش بعرف انام نهائي فسأله فيه اصوات في دماغك هي السبب قال له هو صوت واحد بس وهو صوت صرختها قال له طيب تعال معايا ساعتها اخدوا المكان جوه المعبد وقال له احنا زمان كنا محاربين قبل ما يجيبونا للمنفى هنا وقال له انا زمان كنت زيك محطم كده بس الواحد لازم يتحطم ويتدمر علشان ينمو من جديد وطلع حاجة من الشجرة المقدسة دي وقال له دي جواها سم قوي جدا هيمزكك من الداخل والراجل القوي بس هو اللي هيقدر يعيش بعدها وسأل بوبي انت مستعد قال له يلا بينا وهنا بدأ الفا يحضر السم ورحله وقال له القلم هيروح اول ما تنهي تعليمك ونفخ السم في وشه ساعتها بدأ بوبي يعدي بنفس مراحل هانومان اللي كانت امه بتحكيها له في القصة وهو صغير وبدأ يحس بقلم قوي جدا وبدأ كمان يفتكر زكرياته زمان مع امه وبنعرف بقى انه في يوم كان هو وامه مع اطفال كتير وكانوا بيتفرجوا على عرض العرائس الاطفال وفي الوقت ده واصل الزابط رانا هو والقوات بتاعته وامر كل سكان القرية انهم يخرجوا منها حالا لان ده مكان مقدس وما ينفعش يعوده فيه ساعتها امه بوبي اخدته ودخلت للبيت وامرته يطلع يستخبى فوق ولو حصل اي حاجة ما ينزلش ولا يعمل صوت واول ما طلعته ودخل رانا للبيت وحاول يعتدي على امه بس هي كانت معاها سكينة وقدرت تجرحه في وشه جرح كوي جدا وساعتها طبعا رانا بيتدايق وفادل يضرب فيها كتير وخنقها من رقابتها لحد ما ماتت في ايده كل ده وكان بوبي شايف اللي بيحصل وكان زعلان جدا على امه وبعد ما امه ماتت قدام عينه رانا امر رجالته انهم يكوبوا بنزين عليها وولعوا فيها وولعوا في البيت وسابوا المكان ومشوا وكده بنعرف السبب اللي خلى بوبي عاوز يقتل رانا وكمان عرفنا سبب الحروق اللي في ايده بس هو كان حاسس بتقنيب ضمير ان هو خزالها ومعرفش يعمل لها حاجة بس ألفا قاله لأ انت حاولت تنقذها انت شايف الحروق دي دي ايه الطفل شجاع حاول ينقذ امه وقاله انت طول حياتك بتقاتل علشان تحس بالقلم جي الوقت بقى انك تقاتل من اجل هدف وقاله قاتل لمصلحتنا جميعا تاني يوم على طول بيطلع بوبي قدام البتاع اللي بيتمرنوا عليها دي وبدأ يضرب فيها بقوة كبيرة بس كان حاسس باليأس لسه وكان بيصرخ على اخره وساعتها شاف راجل كده من اللي بيطبله وبدأ يخبط له وبوبي يضرب هو يخبط وبوبي يضرب وفضل معاه كده زي المدرب وفضل يطبله بقى وبوبي ساخن على الاخر وفضل يضرب بقوة كبيرة جدا لحد ما بوبي يفرق كل الطاقة السلبية اللي جواه وخلال ايام قليلة بدأ بوبي يتعود على سكان المكان اللي قاعد فيه وبدأ يتمرن كتير جدا وكل ده علشان يعلي مستوى في القتال ويبقى جاهز لاي قتال يدخله وكمان علشان يقدر يرجع حقه امه اللي قتلوها لحد ما بيوصل لمرحلة قوية جدا وتقريبا كده اصبح مستعد لاي حاجة بعدها بنشوف بابا شاكتي وكان في مؤتمر كبير كان عامله وكان ناس كتير جدا حضر المؤتمر ده واللي قاعد يتكلم معاهم شوية وخلاصت كلامه ان التغيير مش هيجي غير بالقتال علشان كده قال لهم لازم نختار رجل يقاتل معانا والاجلنا والاجل العمال والمساكين والمرضى وقدم لهم شخص اسمه قدش جوشي وفي نفس اليوم بالليل الناس في المعبد بتتفاجئ بواحدة كانت تقريبا بتموت ولما الفى وباقي الناس وصلوا وسألوا ايه اللي حصل عرفوا ان رجالة شاكتي ضربوها وقال لهم ان المعبد ده ما بقاش بتاعهم ولازم يدفعوا علشان كل شوية هيحصل فيهم كده بعد شوية بعد ما الكل نام بوبي راح للسندوق اللي بيلمه فيه الفلوس واخد كل الفلوس اللي جواه وقرر يرجع لحلبة القتال مرة تانية وهناك لاكي اخد كل الفلوس وراهن على الارد في القتال وبنشوف كمان الفونسو اللي كان متخفي وهربان من الشرطة اللي كانت بتدور عليه في كل مكان وبيسخن طيجر القتال كده قبل ما يبدأ وقعد نص ساعة يقدم الكبرى اللي مفيش حد قادر يهزمه قبل كده ومش عارفين ايه وكل الناس طبعا كانت مراهن عليه وبيجي يقدم الارد الغلبان اللي دايما بيخسر ومفيش ولا واحد بيراهن عليه وبيبدأ القتال وبوبي بيديله رجلة واحدة كده نزله على الارد فاقد للوعي طبعا عمل هدوء في المكان كله وده علشان الناس مراهنة على كبرى وخسروا فلوسها وكمان علشان متعودين ان الارد دايما بيخسر طبعا طيجر بيت صدم جدا لدرجة انه ما كانش عارف يتكلم يقول ايه قدام الناس وفي الاخر قال ماشي نعتبرها ضربة حظ واعلن عن المقاتل التاني الاضخم والاشرص بالو المشهور بالدب علشان يعني يدخل يخلص على الارد اللي هدم كل طموحات الجمهور واول ما دخل طيجر قال له اسحقه وبدأ القتال والمفاجأة ان بوبي كان قادر يتفادى كل ضرباته والمقاتل الدب ما كانش قادر يتمكن منه نهائي وعلشان كده حدفوا للدب خشبة علشان يخلص على الارد بس قدر بوبي انه يتفادى كل ضرباته بالخشبة وقدر كمان انه يوجه له اكتر من ضربة قوية جدا في اماكن مش كويسة واخد الخشبة وكان المفروض يخلص عليه ويقتله بس يعني في النهاية ما رادرش يقتله وساعتها لما الناس شافوا ان الارد راجع بقوته وهزم اقوى المقاتلين في المكان بدأوا كلهم يشجعوه ويقولوا عاش الارد عاش الارد وبما ان بوبي كسب القتال ولوكي كان مراهن عليه طبعا فبعد ما خلص كسب فلوس كتير جدا وبوبي اخدها ورجعها للمعبد كلها والف عرف ان بوبي اللي عمل كده علشان يساعدهم ومحدش يمشيهم من المكان اما بوبي غير شكل الكنع بتاعه وقرر بقى يستعد علشان يخلص حساباته القديمة فنفس الوقت كان وصل بابا شكتي لفندق الملوك بتاع كويني وكان فيه كمية ناس كتيرة جدا مستنياه وما تقريبا كده بيقدسوه لعيزه بالله وكان فيه مؤتمر عديق كده بقيادة شكتي مع قديش جوشي وطبعا قرانة موجودة علشان يأمن المكان وبنعرف اصلا ان دول عصابة اسمهم الحزب السيادي وكانوا قدام الناس بيتكلموا بالدين ولازم يساعدوا الفقر والمحتاجين وكده بس في الاساس بينهابوا الاراضي وبيسرقوا الفلوس يعني تقريبا هما اوحش ناس في المجتمع اما كويني فكانت بتدي التعليمات في المطبخ وهددت كل الموجودين اللي هيغلط اي غلطة بسيطة هتسود عيشة اللي خلفوه ساعتها بيوصل بوبي للفندق وبسم الله كده بيوقع الاتنين اللي كانوا على مدخل الموظفين وبيوصل كمان شوية ستات كده بيخلصوا على اللي في الجراش وبوبي بيدخل للمطعم وبيمسك الكاتل بتاع المية وبيبدأ يهجم على كل الحراس الكتير اللي كانت بتجيله وبدأ بقى يوقحهم كلهم واحد وراء التاني لحد ما خلص على كل المجموعة اللي في المكان وبيسيب قنبوبة فوق البتجاز وبياخد سكنتين كده وبيكمل طريقه وبيروح للأسانسير وبيقابل اتنين كده بياخدهم وبيطلعوا مع بعض وبيبدأ يهجم عليهم بقوة كبيرة وخلص في السواني على أول واحد والتاني بقى فضل معاه شوية كده بس في النهاية يعني قدر يحط السكينة في رأبته بس لما مماتش الراجل مسك السكينة ببقه وكمل عليه في نفس الوقت كان قدش كان لسه بيقول كلمتين ولسه بيقول انا بشكر اسد الهند وماكملش الاسم الأنبوبة انفجرت في المطبخ وكل اللي موجودين حسوا بيها وبيتفتح الأسانسير وبيقع الحارس منه وهو سايح في دمه والناس اول ما بتشوفه بيخافوا كلهم وبيطلعوا يجروا من المكان وبوبي بيوجه صاروخ صغير كده كان عامله على رانا بس التاني بيصدوا يعني وساعتها بيهجم عليه مجموعة كبيرة من الحراس اللي في المكان وبيدخل بوبي معاهم في كتال شارس جدا وكان بيهجم عليهم بكل قوته علشان بس يقدر يوصل لرانا اللي بنلاحظ انه ركب الأسانسير ونزل أصلا وساب بوبي في المدعكة اللي فوق وفكر انهم هيخلصوا عليه بس على الرغم ان بوبي كان لوحده وصادر رجالة دي كلها الا انه مستواه كان بقى أقوى بكتير عن الأول ومحدش منهم كان قادر يعمله أي حاجة وبعد ما خلص على كل اللي موجودين طلع له نقلت رجالة تانية كده في الأسانسير وبوبي كان خلاص بدأ يتعب من الكتال اللي كان فيه بس بيتفاجئ بمجموعة الستات اللي هاجموا على الراجل في الجراش تحت وبيتضح ان ده ألفا ورجالته اللي معاه في المعبد بس كانوا لابسين هدوم ستات وساعتها بيبدأوا يهجموا على كل اللي في المكان وبتقوم معركة شارسة جدا بينهم وبين رجالة رانا وشكتي وبوبي بياخد كم واحد كده على جنب وبيقوم معاهم بأحلى واجب بس بعد شوية ألفا بيروح لبوبي وقال له كمل طريقك وإحنا موجودين هنا بس المشكلة بتوصل كويني وبدأت تضرب النار في المكان وهي متعصبة على آخرها وكانت عاوزة تقتل بوبي بأي شكل بس عمتا قدر يستخبى منها في الوقت المناسب بس كويني خلاص كانت قربت منه وهتقتله بس بتوصل سيتا وضربتها على دماغها بالصانية خلصت عليها في ثواني وبوبي مسك الصانية من سيتا وهطع صباع كويني واخد بعضه ونزل علشان يدور على رانا المشكلة بقى انه أول ما بينزل للمكان بتاعه رانا غفله بدربة قوية جدا وقال له أخيرا طلعت من شجرتك أمك بعثتك علشان تتضرب تاني ولا إيه وهنا حاول رانا يضرب بوبي مرة تانية بس بوبي كان بيتفادى كل ضرباته وقدر يوجه له أكتر من ضربة قوية جدا بس رانا كان مقاتل قوي برضه وقدر يمسكه وحدفه على الجدار الإزاز بشمل ظهره على الآخر بس بوبي كان عنيد جدا وكان بيقاتل علشان يرجح حق أمه وقوم تاني بكل قوته وقامله ضربه كتير جدا لحد ما رانا فقط قوته نهائي ساعتها بوبي مسك جزمة من الأرض لمواخزة وفضل يضرب رانا بكعبها على وشه كتير جدا وهو بيفتكر زمان لما كان بيعتدي على أمه قدامه وفضل يضربه كتير جدا لحد ما خلص عليه وبعدها طلع صباع كويني وشغل الأسانسير وطلع به الآخر دور اللي كان قاعد فيه شاكتي والتاني أول ما شافه قال له كده يبقى أنت المختار بس بوبي كان معاسي كينة ورايح نحيته فالتاني قال له إيه رأيك نوقف دايرة العنف دي الغضب مش هيساعدك في حاجة يا ابني بص الحزاء ده ده مصنوع بعناية علشان ما يقزيش أي مخلوقات على الأرض شاكتي كان بيغفل بوبي لأن في الوقت ده وصلت الطيارة بتاعته وشكتي طلع من معاس ليح طعم بوبي في بطنه طعنة قوية جدا ولسه يضربه بالتاني يا بوبي صدها بإيده وسحبها منه وفضل يضربه في صدره كتير جدا والتاني كان واقع سيع في دمه وعمال يترجانه يرحمه بس قال له الرب اللي بيرحم وقام رشق البتاعة في دماغه مخلص عليه وكده قدر بوبي أنه يرجع حق أمه أخيرا من الناس اللي كانوا السبب في موتها وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم ولو وصلتوا لنهاية الملخص اعملوا لنا إيموشان القرد في الكومنتات وكالعادة ما تنساش تصلي عن نبيه وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا علشان يوصلك كل جديد أشوفكم الفيلم الجاي سلام